السلام عليكم أكد الكثير من التلاميذ الذين اجتازوا امتحانة نيل شهدت البكالوريا صباحة اليوم الاثنين أن الأسئلة كانت سهلة وفي المتناول وسجل عدد من التلاميذ على مستوى بعض المراكز بمدينة الدار البيضاء أن أسئلة امتحانة المادة الأولى خصوصا اللغة العربية لم تكن صعبة إذ تمت فيها مراعاة الفترة التي كانت فيها المؤسسات تعيش على وقع إضراب رجال ونساء التعليم أما تلاميذ الشعب العلمية فعبر بعضهم عن ارتياحهم لنوعية الأسئلة فيما الشكى آخرون من بعضها مسجلين أنهم سيعملون على التدارك في المواد المتبقية وفيما يتعلق بالحراسة داخل قاعة الامتحان سجل بعض التلاميذ أنها كانت مشددة الأمر الذي جعل حالة الغش قليلة إلى مستبعدة